ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي من مصرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوق واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا جارات أبي موسى جارات أبي موسى مسلسل الإنسان في حلقات عن قصة الأديب أستاذ أحمد توفي اقتباس وحوار محمد أحمد البصري إحراج الهشم بن عمر الحلقة الثالثة شاما شاما نعم مولاتي والدك في الحديقة ينتظرك ربما يريدك فأمر شاما لا تطيل الحديث معه فلدينا أشغال كثيرة والوقت لا يرحم حال سيدتي طالما تمنيت لابنة الحبيبة أن تخدم زوجا كريما طيبا وترعى أطفالها في عش سعيد أرجو الله أن يوافق القاضي على تحقيق هذا الرجاء وأن لا يرفض زواجها من ابن الشيطة دعية مغربية والدي العزيز أهلا بك لقد اشتقت إليك اشتياقي لك يا ابنتي يفوق الوصف كيف أنت؟ بخير وأنت من الذي جاء بك في هذا الصباح الباكر؟ لقد بيتهونها بقربك نعم نعم ليلة أمس أحضرت أكباشا وعجلا سمينا وعددا من الدواج ودبحت وصلخت كل ذلك فلم ترى عناي النوم طيلة الليل وقبل أن أعود إلى المزرعة لأستريح طلبت رؤيتك مسكين أنت يا والدي إنك مثلي لا تتدوق طعم الراحة إلا نادرا ليس هذا بمهم المهم هو ما جئتك من أجله خيرا يا والدي إسماعي طلب مني الشيخ عباس يادك لولده عبد الرحيم أتعرفين؟ كيف؟ يريدني أنا زوجة لابنه؟ وما الذي أدهشك في هذا؟ ألا استصاحبة جمال ودلال وحسن الخلق؟ بما تمتاز عليك أفضل الصبايا؟ أنا الخادمة البسيطة تتزوج من ابن التاجر ووالده يطلبني لابنه؟ ما الذي غير الدنيا والناس؟ عبد الرحيم معجب بك حركت عواطفه ووجدانه ألا تستحق مزاياك ذلك؟ ووالده كما تلمين شديد الفرازة تقيق الملاحظة فلو لم تقعي في نفسه موقع الرضا لم استجاب لرغبة ولده هو أنت؟ ماذا تقول في ذلك؟ آه يا بنيتي لو كنت أملك جناحين لترت من شدة الفرح والسعادة بقي علي أن أعرف رأيك أنت وتأكدي أن عبد الرحيم من خيرة الشباب خلقا وقلقا ليتهم يقبلون أتعنين القاضي وزوجته الطاهرة؟ الكل في هذا الزمان يفضل مصلحته هو دون الاهتمام بمصالح الآخرين سيدتي شابة مولاتي طميما تريدك حالا سأحضر حالا من جهتي يا والدي فإنني موافقة على هذا الزواج وما على سيد الشيخ عباس سوى أن يفاتح مولانا القاضي في الأمر وليفعل الله ما يريد فعليه توكلت وعليه اعتمادي وله فوت أمري الحمد لله الله يرضي عليك يا ابنتي اذهبي وأسرعي إلى عملك بورك فيك يا بنيتي وكان الله في عونك هذه أفواج أخرى هائلة قادمة من جهة اليمين من المدخل الرئيسي من الأعلام التي يحملون وقد رسمت عليها رموز تدل على انتسابهم أعيان القضاء في المقام الأول ويتبعهم المفتوم والعلماء وأهل الأدب وكذلك التجار والشرفاء والمحتسبون وأمناء الحرف ومعهم أيضا رؤساء السفن ومن صح لهم الجهاد في عدوة الأندلس أو في معارك البحر ومقدم الأحياء والشيوخ لقد استفوا جميعا في مشهد منظم بديع أكل هذا من أجل استقبال القاضي الجرائي؟ إنه مبعوث السلطان انظر انظر صوب النهر لقد شرع أصحاب السفن في إيقاظ المشاعر إيا له من مشهد عز مثيله عشرات الفلك الصغيرة كونوا في النهر طوقا من المراكب الحاملة لعرائز القصر المحلات بأفخر الألبسة النسائية من العرير وعليها عليها يا والدي تيجان من نوار النورس وشقائق النعمان انظر يا له من منظر بديع في فصل الربيع ها قد ها قد قطفوا هذا الصباح كل ظهور حضائق سل الغناء وكأن الجراد حل بها فجأة هل أنتم فعلا على استعداد؟ لقد قررنا ما قررناه وفي هذه الليلة اطمئني يا سيدتي أريدها مؤامرة في غاية الدهاء والحيطة والحذر إذا افتدح أمركما فسوف ينهار كل شيء هذه آخر ليلة لشامة في هذا البيت ولسوف تغادره وأنفها في التراب سنرحك من وجودها القذر ومن جهتي فسوف أجزل لكم العطاء وأكون معكم كريمة إلى أبعد الحدود فضلكي دوما يغمرنا تحتال البئيسة اللقيطة على زوجي ليقع في شراكها مغرورة ما كانت لتنال بغيتها وأنا على قيد الحياة لسوف ترى وعلى الباغ تدور الدوائر أرأيت يا بني كيف استقبلك القاضي ابن الحفيظ بابتسامة عريضة وقال لك أهلا بابن شيخين العباس نكاد لا نراك إلا في المناسبات السعيدة مجاملة طيبة لا شك في ذلك يا والدي لكن لا تنسى يا أبي أنك أثقلت كاهلة بديون كبيرة من أجل إرضاء رغبات زوجاته وجعل تمتجرك الضخم رهن إشارته لكنه حتما يقدرك فهو يعلم عن سمعتك الطيبة بين التجار ويعتبرك من خيرة الشباب السلاوي وهذا سيفتح باب المصاهرة معه على مصراعيه أتعتقدها؟ يا له من يوم أسعد وأبهى من كل أيام حياتي ذاك اليوم الذي تحل شام في بيتي زوجة حبيبة وأما لأولادي تمالك نفسك يا هذا وهيا بنا لنلحق بمقدمة الركب المتوجه إلى المشيد الكبير لتأدية صلاة العشاء مع القاضي وضيوفه وهل ستذهب إلى قصر القاضي بعد الصلاة حقا؟ لا تقول إنك ستنسحب إلى بيتك لقد ألح علينا بن الحفيذ لحضور الوليمة الفخمة التي أعدها لضيوفه ولأعيان سلاة هذه يا بني فرصة لن يأتي الزمان بمثلها ففي مثل هذه الولائم تعقد الصفقات على أعلى مستوى فمعرفة الرجال كنز كما يقال ومن يدري فقد تلمح حبيبتك عن قرب في أجمل وأبهى حلا أتظن ذلك؟ لا 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 أعتقد فلن يسمح ابن الحفيذ لن يسمح للنسوة بالظهور أمام الرجال الغرباء فليست هذه من عاداتنا وتقاليدنا ولكنها وكما تعلم ولكنها ماذا؟ أعني فهمت خادمة مجرد خادمة حسنا حسنا سأحضر الحفل لأن شام في نظر أجمل إنسانة في هذا الوجود ولا يهمني ما تكون اليوم بل يهمني ما ستصير غدا ولكن القاضي يعتبرها بمتابة ابنتي لكن الواقع يقول غير ذلك فوالدها مجرد خادم في حقل القاضي مسلوب الإرادة خامل الذكر وكأن يكفي يكفي تجريحا في والد من أحببت وتوزيع الأرزاق والمراتب يا ولدي ليس من شأن أحد هو الله المعز المدل الرزاق الوهاب أسرع الخطى ودع الأقدار تمضي بنا حيث ما أراده الخالق سبحانه شامة بنت الغالية من يجرع على إذائك ألقنه درسا لن ينساه أبدا هيا تكلمي لا شيء يا مولاتي لا شيء بل هناك سرا تحاولينك اتمانه عني وصفات سيدتي زوجة ابنك أتحردهن ضدك تلك المرأة البلهاء أفسحي أسلقيني القول فأنت أغلى عندي من فلذات كبدي يضايقنني يضايقنني أثناء مزاولتي لعملي قصدهن الإساءة لي لديك ولدى سيد القاضي أيصدر منهن هذا ولم تبقى سوى لحظات ويبدأ حفل الاستقبال والعشاء حسنا أين أنت زينب ربيعة فاطمة نحن هنا في القبة الكبى يا مولاتي الطاهرة أريد كل حالا هنا عمل أرجوك أجلي غضبك عنهن إلى ما بعد الحفل هذا لا يعنيك أنت نحن يا مولاتي اسمعنا جيدا ما أريد قوله كلنا آذان صاغية يا مولاتي الطاهرة أنا فرحة ومصرورة بما تبدله من جهد مشكور في عملكن وقد أتنيت عليكن لسيد القاضي ووعدني أن ينظر بعين الرضا إلى إخلاصكن في العمال وذلك بصرف إكراميات تسعدكن إن شاء الله بارك الله في عمر مولانا القاضي وشكرا جزيلا لك يا سيدة الفاضلة هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بأس من الإشارة إلى شيء هام جدا أنتن لازلتن حديثات عهد بالعمل في مثل هذه الدور الكبيرة والفخمة وخصوصا في المناسبات الهمة تقدمي يا شامه نعم مولاتي ابنتي شامه أختكن وقد شبت وترعرعت وكبرت هنا وتعرف كل شيء عن الأسلوب المتبعي في التنظيف والترتيب وإعداد الموائد وتنظيم المنادل والمناشف والأطباق إلى غير ذلك لذلك يقتضي الواجب منكم الامتتال لما تصدره إليكم من أوامر ونواهي والمطلوب اعتبارها نائبة عني في كل شيء مفهوم كلامي؟ نعم نعم يا مولاتنا الطهرة حسنا عدنا الآن إلى عملك وما هي إلا لحظات حتى تغص هذه الجنبات بعشرات الضيوف الكبر أعانكنا الله شكرا شكرا هل تصرفت بعكمة معهن؟ يد من حرير والأخرى من قنب بوركتي من حصيفة عاقلة لا شك أنهن سينتظرن الإكراميات زمنا طويلا أبدا وعد الحر دين عليه ولو سطلب مني الأمر إكرامهن من مالي الخاص بعد تنفيذ أوامري فيما يخص معاملتهن لك يا غالية حفظك الله لي يا أمي انطقيها انطقيها يا حبيبتي فإني أكون سعيدة بذلك ربما أكثر منك آه يا أمي الحبيبة ما رأت عيناي في حياتي قط ألطف أو أرق أو أحن منك آه آه لو تعلمين مكانتك في قلبي أعرف لأن القلوب عند بعضها أستأذنك الآن يا أعز وأروع أم أعانك الله يا بنيتي وحاولي ألا تجهدي نفسك كثيرا اطمئني فلن يكون إلا ما يرديك إن شاء الله ما بك يا عبد الرحيم هل أتعبك طول الجلوس؟ بل أتعبتني كؤوس الشاي المنعنع وجعلت بطنية يتدور شوعا لا يزال حضرة المبعوث في الحمام يزيل أتعب الصفر بعد أن أرسل له مولانا القاضي كساله الخاص ليدلك جسده الواهن المتعب أخشى أن ينقلب العشاء إلى صحور أنت أنت يا والدي من تسبب لي في هذا الإراق أنا لم أتعود الصهر والصخب يجب أن تتعود لكن أجبني ألم تمت عينيك وتطفئ لوعتك برؤية الحسناء الطاروب؟ شامه بل زادني ما رأيته ضيقا وحنقا كيف ذلك؟ بمجرد ما ظهرت وسط هذا الحجد الهائل حتى شرأبت نحوها الأعناق وعيون المعجبين تكاد تلتهمها التعامة بدأنا نغار أليس من حق أن أغار على أم أبنائي يا والدي؟ صبراً صبراً ولا تكن عجولاً يكفيك فخراً أن مولانا القاضي خصك برعاية وتكريم متميزين لديهم من الخدم والحشم ما يفوق الحضور فلماذا نغص علي حياتي بإقحامها هي الأخرى في مقدمة الخادمات؟ إنما كانها بين الحريم والمحذيات والمحجبات ذوات الخمر يا والدي يا والدي أخفض صوتك حتى لا تتير انتباه أحد إنك لا تقوى على إخفاء الغضب فالشرر يتطاير من عينيك وهذا قد يجعل الشبهات تحوم حولك وأخيراً وأخيراً حضر سيادة المدعوث بعد أن استحمى واستراحى من وعثاء الصفر قف قف يا ولدي إذاناً من قدر بالله عليك قف هاتي يدك حسناً حسناً سأفعل أمر الله كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة من مسلسل جارات أبي موسى من تشخيص حبيب المذكوري فاطمة بن زيان أنور الجندي أحمد الناجي محمد أحمد البصري سعاد الرتبي فاطمة الزهراء أحرار هنية الغاشي وإكرام البصري ثبت الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي ميكساج ومونتاج حميد زيان موسيقى